عاوز بالدقائق اللي بقيت معاي عاوز ركز طبعا على نقطتين كتير كتير مهم من خلال الايتين اللي قرأتها من رسالة غلاطية اللي هي اولا النظرة النبوية النظرة النبوية انه مجيء المسيح مش بس كان في سلسلة نسب وتوقعات لهذا المجيء ولكن في نبوات ونبوات لا حصرة لها ولكن في نبوات اللي بتتعلق بولادة يسوع المسيح وخليني احكيها ولو بسرعة بس يعني اذكر كل اخوتي المشاهدين اولا مثل ما اسمعنا كمان من اخت مريم من سفر التكوين انه المسيح سيأتي من نسل المرأة وهذا الشيء بيتميز فيه فقط يسوع المسيح شيء تاني ان يسوع المسيح سيولد من عذراء بحسب نبوة اشعياء النبي سيد نفسه يعطيكم آية هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نؤيل الذي تفسيره الله معنا فاذا بتشوف النبوة في العهد القديم باشعية وتتميمها في انجيل متى الاصحاح الاول يسوع المسيح ايضا انه هذا الشخص الذي يولد لاحظ الضقة بالكلام اشعياء النبي صح 9 والآية 6 بقول لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام مرة تانية يولد لنا ولدا أرسل الله ابنه مولودا من امرأة الولادة في ملء الزمان لاحظ الكلام ونعطى ابنا فهو عطية السماء لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل واعطى ابنه الوحيد فهو عطية السماء لنا فهون بتشوف الطبيعة الانسانية والطبيعة اللهوتية وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب مشيرا لاحظ الكلام إلها قديرا باللغة العبرية واضحة إله جبار إله قدير إلها قديرا أبا أبديا يعني اللي رح يولد هو الأب الأبدي وانصح التعبير كمان أبو الأبدية رئيس السلام لاحظ الكلام لنمو رياسته والسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر لاحظ الكلام من الآن وإلى الأبد من الآن وإلى الأبد فواضح بيتكلم نبوة عن الطبيعتين شيء آخر يسوع اللي رح يولد في بيت لحم هو من من صبت يهوذة صبت يهوذة عادة بكون الإبر الابن رأوبين ولا حتى التاني ولا شمعون ولا لاوي الابن الرابع يهوذة طب ليه الابن الرابع رأوبين أخطأ الرب رفضه شمعون ولاوي سفكوا دم بريء في منطقة شكيم في منطقة نابلس فوقع الاختيار على يهوذة من زمان والكتاب المقدس بيتكلم عن الأسد الخارج من صبت يهوذة يعني المقصود الصبت الملكي شيء آخر صارت النبوة أكتر تتحدد من عائلة يسة أبو داود ابن داود مع أن يسوع هو رب داود مكتوب يملك على بيت داود من الآن وإلى الأبد هو ابن داود ثم أحبائي الكتاب المقدس بيتنبأ عنه أنه المسيح المسية يعني الملك المخلص اللي تمت فيه نبوات العهد القديم وخلي بالك النبوة الثامنة عن ولادة يسوع يولت في بيت لحم وأما أنت يا بيت لحم لست الصغر بين ألوف يهوذة لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل لاحظ الكلام الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل اللي رح يولت في بيت لحم في ملء الزمان هو من أيام الأزل وهذا هو الفداء المعد لكل شخص قبل تأسيس العالم هاي نبوات أحبائي ما أحد بخدها بسهولة ولا يجيني واحد يقول لك تابك محرف ولا عاد يجي يعني يضرب كلمة عشان أضرب وهرب يعني عشان بيخب حقيقة مر عن نفسه فبروح ضارب تخيل يعني معي اليوم بعد 200 سنة يطلع واحد يقول على فكرة أنور السادات ما ماتش أنت توهم لكوا أنه مات الرصاص اللي ضربوه فيه في مصر أو في القاهرة وأنا شفت المكان وين حدث الإغتيال لا هذا كل وهم لإلكوا فتخيل أنت آلاف الناس اللي شافت المشهد شو بيكون شعورهم فإذن ليه عاوز يدافع ومش عاوز يتعب نفسه أنه يقرأ ليه لأنه لو قرأ زي ما بقول دائما إذا قرأت الكتاب المقدس العهد الجديد مليون فيلمية لازم تآمن بالرب يسوع المسيح إذا فتحت قلبك إله اشتركوا في القناة